ولا يمبئك قدر خبير وخبيرنا الليلة الكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين أهلا بيك أستاذ حامد أهلا بيك أستاذ إبراهيم تعيش وتفتكر وكل ستة مايو وصالح سليم عايش هي دي النقطة الأساسية وهو ده اللي خلاني رغم صبتي أمس فقط بنزة أنفلونزية من اللي بتتعبني لكن حرست على أن أكون خلينا أقول أن هي أنفلونزة السودانية لأنه أنا أعتقد أنه التأريخ والتذكير بالمايسترو الكابتن صالح سليم هو تذكير دائم بسر عظمة النادي الأهلي أنا أتذكر كيف أن النادي الأهلي ده كأنه بدأ كبيرا عكس سنة الله في خلقه صحيح فاكتشفت أنه على مدار السنوات من 1907 ورجالات الأهلي الكبار كلهم كانوا بيقدموا أشياء وأشياء مهمة والدليل أنه لأحد أيضا ينسى اسم الكابتن مختار التيتش الذي كان الكابتن صالح دوما يقول هو علمني هو علمني ولا ننسى أيضا الفريق أول عبد المحسن كامل المرتجي اللي ذكرى كانت منذ يوما ذكرى ميلاده ذكرى ميلاده ذكرى ميلاده أيها آسم فكلهم صنعوا للأهلي شيء عظيم لكن صالح سليم من العلامات البريزة التي وضعت الدستور غير المكتوب للنادي الأهلي فأصبحنا نلجأ لهذا الدستور غير المكتوب كلما حدث شيء وطبعا أنا وإنتا فاكرين في أكثر من مرة فنقول ماذا قال صالح سليم في هذا ماذا قال صالح سليم في هذا ناس كان وصلها صالح سليم وأنا لم أكن أظن لكن المشهد الغريب في جنازة الكابتن صالح سليم أثبت عظمة الشعب المصري اللي وصله صالح سليم بدون ما يكون قريب منه ومش أعضاء النادي الأهلي وما لهمش علاقة بالموضوع مناس عاديين جدا كلهم خرجوا احتفاءا أو وفاءا لذكر رجل لم يعهدوا ولم يذكر مطلقا بالنسبة لهم إلا في أشياء رائعة ومبادئ عظيمة وتمسك بقيم على مدى تاريخه رحمه الله ويعني أتاح للنادي الأهلي الفرصة لكي يكون هناك صالح ثم صالح ثم صالح ثم سليم